أعطيكم العافية اليوم 26 حزيران أو 26 يونيو 2018 اليوم في خبر كان بريكينج نيوز في أوتواء في العاصمة الكندية انه البلوز فستفل وهم عم بحاولوا عم يركبوا الستيج وجدوا في عش العصفورين مهاجرين هدول العشين فيهم بيض للعصافير فاضطر البلوز فستفل انه يتواصل مع كده ووزارة الكندا ووزارة البيئة اخدوا منهم بعد بعد ما ايجوا وعملوا اسسمنت اخدوا منهم بيرمنت انهم يحاولوا ينقلوا هذول العشين باحضار اكسبرت يعني واحد اختصاصي جابوا اختصاصي اليوم هذا الاختصاصي وجد المكان اللي راح ينقلوا له العش وراح يكون هو عبارة عن 30 متر عن العش القديم وبالتالي البلوز فستفل بقدر يكمله وغدا راح يكون في نقل بث مباشر لهذا الحدث على الاخبار طبعا الحدث كان اول خبر في الاخبار الناس كتير مهتمة في الموضوع بالحفاظ على العصافير والبيئة بند اقول لكم واحدة كلمة واحدة فلسطينية اللي نحكيها احنا دايما اللي بدري بدري واللي ما بدري بقول تشف عدس يا تيكو ملافيا موسيقى 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 موسيقى